مواقع التواصل الاجتماعي أضحت فضاء وجد فيها المتصفح ظلته حتى أصبح الكثير من الأشخاص العاديين يعتقدون بأنها مجرد وسيلة لقتل الوقت والدردش الفورية واللغو في أمور قد تبدو غير مهمة وأحيانا تافهة أيضا ولا قيمة لها في حين يعتبرها الخبراء أنها أخطر مما يتصورون لسيما أن كل معلومة تنشر يصل صداها إلى أبعد نقطة في العالم ندرك بأن العالم الافتراضي خاصة الفضاء الأزرق هو واحد من أبرز التحديات الأمنية الذي يعتبر اختراق للحياة الشخصية للأفراد ويستخدم حتى في عملية الجوسسة نتحدث كذلك على بعض المواقع الإلكترونية التي تستطيع أن تخترق البيوت والأفراد ويتم من خلالها ما نسميه بيئة الترويج للتطرف الفكري وهذا من أبرز كذلك التحديات نتحدث كذلك على شبكات التزوير التي يمكن أن تستخدم مثل هذه التقنيات في إطار القيام بمثل هذه الممارسات مارك زوجر بيرتش مؤسس الفيسبوك وهو من أصل يهودي استطاع وفي ظرف قياسي جمع أكثر من 750 مليون مشترك ليتضاعف العدد ويتعدى عتبة المليار من المشتركين حسب مصادر إعلامية ما يترجم الكمال هائلة من المعلومات التي يتناولها الجهاز في اليوم الواحد ليستغلها ضد أو لصالح أي بلد كان وهو ما تعتبره الجهات الأمنية في الجزائر تحدي آخر يجب مواجهتها نحن نواجه تحديات رهانات متعددة الأوجه متعددة الأسباب تستوجب تفعيل المقاربة المتكاملة المرتبطة بشقها القانوني وبشقها كذلك الأمني وكذلك بشقها الاجتماعي حتى نستطيع أن نتوصل إلى آلية ناجعة لمكافحة مثل هذه الظواهر مهما كانت محاسن الفيسبوك أو المواقع الاجتماعية الأخرى يبقى استعمالها بعقلانية واجبا حفاظا على أسرار المجتمع ونشرها يعني منح سلاح مدمر على طبق من ذهب لعدو لا يسأم من نشر الفتن وسط الأقاليم الهادئة التي لا يروقه هدوءها ترجمة نانسي قنقر